أنا كاتلافتة طيبة جداً من الكابتن خالد بيبو إنه كان حريص إنه إحنا طبعاً ناخد لقاءات اللاعبين الأول لقطة مهمة جداً أرحب بيه بقى الكابتن خالد نرحب براحتنا بقى كابتن خالد مبروك النهاردة على الفوز تحيات الكابتن أسامي الكابتن مهر عمامي الكابتن محمد حشيش مبارا مهمة وفوز مهم بيضعك على الصدارة بفريق أربع نقاط على فريق منظم وفريق محترم عزيني شيب بيه أيضاً فريق المقالون العرب ومن خلالك نتمنى السلامة لكابتن مجد مصطفى المدير الفني اللي يعني أصيب بفيروس كورونا وكان غياب عن أحداث اللقاءة نهاردة أهلاً بيك طبعاً فاروق وطبعاً برحب بكابتن أسامي وكابتن حشيش وكابتن ماهر ويعني بقولهم شكراً طبعاً على الستوديو شكراً إن إحنا تعبناكم معنا النهاردة يعني الحمد لله طبعاً كسبنا مباراة كانت مهمة جداً شكراً طبعاً على الكلام اللي هم بيقولوه في القطاع وبين التحتية ونا لسه كمان ما خلصناش وفي حاجات كتير أول لسه شغلان عليها وإن شاء الله في الفترة جاي كلها تخلص كابتن الخطيب كابتن محمود الخطيب يدوكم صلاحات كتير تطوير زي ما أنتوا عايزين الأمور كلها ماشية ودايماً عايز يشوف قطاع الناشئين بس مش خاطر مش على الجانب الفني واللعبين لا ده كمان البنية التحتية التليق باسم النادي العلي طبعاً كابتن دانا دعم في الفترة الأخيرة بشكل قوي جداً وإحنا فكرنا وكان كل حاجة بتعرض طبعاً على العكاة الخطيب وتعرض على لجنة التخطيب وتعرض على مجلس إدارة النادي إن إحنا عايزين نروح بالقطاع فاني يعني كبنية التحتية شفت يعني الملاعب طبعاً بصعب جداً أنت تغير تغير أرضية الملاعب في ظل اللي انت بتاع كل ثلاث يوم ماطش وجدول مش مترتب بشكل كويس حتى بين الدوري والدوري ما فيش وقت إن انت تقدر تغير فكان فيه بتعمل لها عمالية صيانة قوي جداً الملاعب ده يتغطى لفترة طويلة والملاعب حتى اللي فوق كبن إحنا شغالين عليها بشكل كويس جداً إحنا شغالين على كل المنظومة بشكل كويس طبعاً بساعدني على كده طبعاً مايكل أخذ الجزء الفني كله وهو بيديره بشكل كويس مديني وقت إن أنا قدر أتحرك في البنية التحتية وبتحرك في الحاجات اللي محتاجة للقطاع نحن نعملها في الفترة الصغيرة القريبة اللي جاية لإن إحنا عندنا حاجات كتير أول لسه ما خلصتش انت شايف وراك المدرج إن شاء الله لما يخلص يبقى حاجة كويسة جداً خلص المبنى الإداري وخلص قط المدربين وإحنا شغالين دلوقتي على على قوضي الولاد وفي المركز الطبي والجيم كل ده حاجات كتيرة أو بتتغير في الفترة اللي جاية دي إن شاء الله نعمل حاجة كويسة عايزة أختم معك كابتن خليب بالنطة مهمة جداً النادي الأهلي دايماً ليه الريادة والنادي الأهلي دايماً سباق مجموعة من اللعبين مش معارين في الدوري الماصري فقط لا الأهلي أواخد الباديراً هو بلعيبة معارف الدوريات الأوروبية دي سابقة بتحدث بنشوفها في قطاع النشئين في النادي الأهلي أعتقد ملف من أهم الملفات أخيراً وليس أخيراً كان محمد مغربي وأيضاً اللعب محمد ياسر طيب كويسة كلمت في النقطة دي عشان عايز أشكر طبعاً كل الكبات اللي شتغلوا قابل في قطاع النشئين لأن أنا سلمت منهم حاجة كويسة اشتغلت عليهم وكملت شغلهم وده المنتج يعني تعارف الشغل في قطاع النشئين ده شغل ترقومي يعني هي سنين كتير قوي بتشتغل مع الولاد في الآخر بيوبى الناتج المغربي بيوبى الناتج أشرف الياسر كل ده ناتج من شغل كتير جداً فأنا جيت وكملت شغل الناس اللي كانوا شغالين من الأول الناس اللي نقت والناس اللي ربت جوا النادي والناس اللي علمت أنا جيت في الآخر وكملت معهم شغل السنتين اللي فاتوا والحمد لله المنتج طلع يعني فأنا بشكرهم على يعني ده النهر ده المغربي يسافر وياسر وقبلهم طبعاً كان بيسو وكان ميدو فاحنا شغالين خطاع النشئين يعني مليان جواهر وفيه ناس كتير يقول مسك قطاع نشئين بصراحة عملوا شغل كتير جداً فأنا من خلالك بشكرهم عشان ده ده حقهم علي أن أنا أديهم حقهم يعني وأننا نتكلم عليهم بشكل كويس إنهم فعلاً تعبوا عشان يبقى فيه خطاع نشئين بشكل كويس أنا بكمل الجزء اللي كامل بكمل الجزء اللي فاضل واللي هيجي وراها هيكمل لإنه ده خطاع نشئين وإحنا كلنا تحت سقف الندر فأشكرك جداً وبقول يعني إن شاء الله فيه حاجات كتيرة جاية وفيه حاجات كتيرة بتتجهز وأولاد كتيرة جاية هتشوفوهم بفترة جاية أكثر ما يشغل بالي الكابتن محمود الخطيف دايماً في اجتماعاته الخاصة بإقطاع النشئين لا أن أنت تطلع على العيب بيستاهل يلبس شورة النادر الأحلي ده حاجة مهمة جداً لازم يبقى متربف حاجات كتيرة جاية موضوع مش موضوع كرة بس لا إزاي يبقى يلعب تحت ضغط إزاي بيبقى سلوكه في الملعب يعني حاجات كتيرة جاية تفاصيل كتيرة طبعاً لو أنا أقوديك روشيتة المبوردة إحنا شغالين عليها إن إزاي اللي تطلع العيب بشكل كويس فده حاجات كتيرة قوي يعني الشغل الشغل طبعاً كابت خطيب بيتابع كل حاجة كل تفصيلة صغيرة عن قطع نشئين هو عرفة وبنتكلم وبنتناقش وفي الآخر بيديني الفرصة إن أنا أخد قرار وعلى أساسها إن شاء الله بنقدر نعمل حاجة كويسة أنا يعني عشان بس ليه جزء من الابتكار إنما أنا ماشي يعني نظام محطوط وأنا بنافزه وليه جزء صغير من الابتكار شكراً كابتن خالد وبالتوفيه بإذن الله ومسيرة موفقة لقطع نشئين في الندلاء شكراً شكراً كابتن نوسام أعتقد كلمة في غاية الأهمية كلمة الكابتن خالد طبعاً هي كلمة الكابتن حمود الخطيب إن أصنع العيب أو طالع عليه من قطع نشئين يستاهل يلبس قميص النادر آلي وكلام الكابتن خالد إن دلت ربنا عليه ندرها لي هي أجياء أجياء اللي بتسلم بعض مبروك طبعاً